الجماعة الإرهابية نزاع في الجزء الشمالي من البلاد وبحسب التقرير هاجمت القوات التجراوية الخاصة والميليشيات القيادة الشمالية في الثالث من نوفمبر من العام الماضي وسيطرت على المخيم وفي التاسع من نوفمبر من العام الماضي قتل عناصر من القوات الخاصة التجراي والميليشيات المعروفة باسم السامرين أكثر من مئتين أمهارة في ميكادرا بحسب التقرير وفي التاسع والعاشر من نوفمبر من العام الماضي فرقت قوات السامري المئات من رجال الأمهارة وقامت بقتلهم في ميكادرا وبحسب التقرير فقد استهدفت للمجموعة الشبان وقتلتهم في ميكادرا وشارك معهم مسؤولون محليون والشرطة والميليشيات بشكل مباشر في العملية وفي صباح التاسع من نوفمبر بدأت السلطات المحلية في التعرف على الأمهارة وطلبت تحديد الحوية ومصادرت شرائح الهاتف المحمول الخاصة بهم بحسب التقرير وتم تحذير سكان أمهارة بالبقاء في منازلهم وعدم مغادرة منازلهم منذ السابع منذ الساعة الثالثة مساء وانتقل أعضاء جماعة سامري برفقة مسؤولين محليين وميليشيات من منزل إلى منزل مستخدمين سيوفهم ورماحهم ومطارقهم وعسيهم لقتل الأمهارة وقال التقرير إن أولئك الذين حاولوا الفرار قتلوا على أيدي الشرطة المحلية والميليشيات ووقعت الاعتداءة والقتل لا سيما في حي جنبار سفر وسراتنيا سفر في منطقة أمهارة وبحسب التقرير قام أفراد من القوات الخاصة والميليشيات تيجري بارتكاب اعتداءات جسدية وانتهاكات أخرى على مدنيين اعتقلوا واحتجزوا في أجزاء مختلفة من منطقة تيجري وتم الإبلاغ عن الفضاء في معسكرات الجيش والمعسكرات الاعتقال ومنازل الضحايا ومواقع أخرى لم يكشف عنها وفي التاسع والعاشر من نوفمبر من العام الماضي أوقعت الجماعة المسلحة التابعة لقوات تيجري الخاصة لخصائر فادحة في حمرة لا سيما في منطقة أمهارة من خلال التعرف على سكان الأصليين وسجنهم وتعذيبهم وضربهم وحرمانهم من الطعام والماء لعدة أيام ومعاقبتهم بالجوع وبحسب التقرير فقد تم اختطاف شعب الأمهارة في غرب تيجري مايكادرا من قبل القوات المسلحة تيجري بمجرد بدء النزاع وذكر التقرير أن الرعاية أمهارة الذين اعتقلوا منذ التاسع من نوفمبر من العام الماضي نقلوا إلى شيري وأكسوم ومكالي وقتل الكثير منهم أثناء فرارهم وخلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر من العام الماضي ورد أن اللاجئين الإريتريين في مخيم شملبا للاجئين في منطقة تيجري تعرضوا للهجوم من قبل القوات المسلحة تيجري وبحسب ما ورد قامت القوات المسلحة تيجري بنهب ممتلكات اللاجئين وعمال الإغاثة الإنسانية وقال إن أفراد القوات الخاصة التيجري وميليشي وتدمير الممتلكات الحكومية والخاصة والبنية التحتية في غرب تيجري مايكادرا وشمال غرب تيجري وبحسب ما ورد ارتكبت القوات الخاصة التيجري عمليات اغتصاب وعنف قائم على النوع الاجتماعي بقصد ترهيب الضحايا وحرمانهم من كرامتهم الإنسانية وقال التقرير أنه بمجرد بدء القتل اغتسبت القوات الخاصة في تيجري النساء والفتيات التي فررنا من بيوتهن وكنا يختبئنا في أماكن مختلفة ونتجة لذلك تعرف أفراد من القوات الخاصة تيجري على أفراد قوات الدفاع الوطني وعذبوهم واختصبوا النساء أثناء سيطرتهم على البلدات والمحليات وتم القبض على العديد من هؤلاء النساء وتعذيبهن في مجألي في نوفمبر من العام الماضي وفقا للتقرير وأفادت إحدى شهود العيان الناجين بأن زوجتي اثنين من أفراد قوات الدفاع قتل بسيف بعد أن خبأوا خواتفهم المحمولة في ملابسهم الداخلية وقالت أن ثلاثة من أفراد القوات الخاصة لتيجري حذروحا من أنها ستواجه المصيرة نفسه إذا فعلت الشيء نفسه وأنها تعرضت للاغتساب ثلاث مرات حتى فقدت وعيها كما شهدت زوجة أحد الناجين من قوات الدفاع من عد أغر أن ثلاثة أفراد من القوات الخاصة لتيجري دهموا منازلها وهددوها بقتلها ثم عادوا واختصبوها ثلاث مرات وأنها كانت قلقة من احتمال إصابتها بفيروس نقص المنعة البشرية لكنها لم تخضع للفحص وشهدت أيضا أن النساء مهارة تعرضنا للطرد والاقتصاب من قبل أفراد من القوات الخاصة التجري